اليوم بما انه كان عندك نقلة نوعية بتكريم عدد من العمالكة قدام بسطة بشفت المقربين منن انه حسوا انه في لفته مميز اكيد انبساطت كتير لانه اقل شي انا بعملو كارلا وهيدا كتير بضيف للي على المستوى الشخصي مش بس المهني انه يكون الي يد ولو بطريقة معينة وصل هالفن او زكر الناس مين اصحاب هالتراث الفني والارث الفني اللي نحنا عنا ايه فانا حسيت بفخر وبسعادة وخاصة بشفت الفيدباك العالم انه لا بحبوا هيك برنامج بحبوا برنامج سقافي بحبوا برنامج تقيل فالناس مش انه بدوا نشيل بسيط لا تاري متعطشين لهالنوع من البرامج هيدا الشي خليني افرح وفرح يكون مضروب باتنين وكري عندك شوي تردد لانه العالم حبتك بفيمايل وفيمايل مختلف كليا اليوم عملت نقلة نوعية خفت شوي بالاول لانه بفيمايل كان فيني عمل بعد سيزن إيزلي لانه كان برنامج ناجح بس خفت يعني شي ناجح بها الايام بروديكسيون والتليفزيون دايق صار قلت خاطر هلأ برنامج جديد بس لأ المخاطرة كان بمحلة والناس طلعت متعطشة لهالنوع من البرامج انا خفت الناس تقول شو هالبرنامج مسلا انو عم نكرم انو هي مانا فكرة جديدة بس انو هي فكرة بالطريقة اللي نحنا عم نعملها وبالريسورتشيرز يلي عم يشتغلوا على هيدا البرنامج والإعداد دوميك اموحنب وجولو تحية والبروديوسر رالف معتوق عم نعمل شغل لأ ناجح كتير حلو وفيد باك كتير حلو بس شفنا اشخاص بحبوا يصطادوا بالمي العكرة وصاروا يقولوا هيدا البرنامج او مكتبس من برامج سابق يوم قديش زعلت لانو انت عطيت من قلبك انت والفريق اللي عمل عندك وليتجيبوا اشخاص ما كانوا طالعين قبل على الاعلام ليحكوا عن عمالك السؤال شقين اذا انا زعلت من هالموضوع لا ما زعلت لانو مقبيل هالشخص اللي حكي فيه الف صحافي واعلامي اذا ما بدي انسى حدا مشنك ما عم سميهم كتبوا بالمنح وعم يكتبوا اشي مش انو انا طالبة منهم يكتبوا هني عم يعطوا رأيهم بموضوعية وبقول لهم مارسي كتير لانو عن جد انو حلو الصحافي اوقات كمان تهتم باشخاص يمكن ما عندي علاقات كتير مع صحفيين بس هن انتبهوا حكيو بموضوعية ومن قلبهم فاكيد ما انتبهت للشي السلبة برنامج معمول قبل ايه انو تكريم لشخصيات بس هيك معمول بتجيبوا ناس من عيال قصة صحقائية جديدة ممكن لأول مرة بالabilسان وبقارب هالأشخاص يليهم الي عم نكرمون مبسوطة اكيد انو عم بكون عيالهم معنا اذا هذا هو الشقة التاني من السؤال لأنه هيدا شي بيعطي بالموضوع يعني مش أنت عم تقلفي قصة أو عم تبهري وتملحي وتبهري فأنت عم تجيب ناس بيقربوهم وناس اشتغلوا معهم أكيد كارلا منعرف وقتها توفى نجل الفنان الكبير جورج وصوف وديع أنه كان قبل بيوم رح يكون فيه تصوير للحلقة ووديع بقي خصيصاً ليكون بهيد الحلقة فكتير أشخاص المحبي سلطان الطرب عم بيسألوا هل معقولين بعد رمضان نجح تتصور هذه الحلقة يلي توقفت؟ كل شي وارد أنا ما بقدر بقى أقول شي يعني بتعرف أنت الكمبيتشن والخصوصية الموضوع إن شاء الله يا رب أنا بتمنى لأن أنا سلطان الطرب بحبه من قلبي من قلبي من قلبي يعني بحبه بتمنى له الصحة بتمنى له دايماً السعادة لأنه ما بيعطي إلا السعادة للناس اللي حواليه للأسف إيه كنت بدي صور بستة الشهر ستة جانيوري توفى بخمسة شهر تفات على المستشفى وديع على يرحمه بس أحكى الموضوع بتأثر لأنه كنا بهالمرحلة يعني كرمال التحضيرات عم نكون سوا وبستة الشهر توفى وديع نهار التصوير حماس وديع لا يطلع لأنه أول مرة بينجمعه أخواته بذات الحلقة يكونوا مع بعضهم مش طلعين زوم هيدا اللي نحنا كنا حبينه وعملينه مفاجأة لأبو وديع إنه يكونوا أولاده وثلاثتهم موجودين بالحلقة ونختم الحلقة بوجودهم عمليك أنا بس حكى الموضوع بتدايق يعني خلاص هاي مشيئة الله وإن شاء الله بتكون خاتمة الأحزان الله يرحمه وأي حلقة حسيت حالك أنه أنت بكيت من قلبك بس سمعت الشهادات الحية من مقربين من هالعمار أنا ليك كتير بتأثر أنا لأنه خسرت الماما والبابا خاصة لما يجي الولد ويحكي عن هيدا الموضوع يعني لما غسان حكي عن الياس الرحباني الموسيقار أكيد مع حفظ الألقاب تأثرت أنه ترك لهم غنية لحن يرقصوا علي بناته لغسان وبنته لجهاد فكرت بليا وبالماما يعني عرفت كيف لما أسمع ملحم براكات أنه كان يخاف يفوت يسجل لأنه بيع تلهم صير أنا أقول شو أنا خوفي قبل ما أطلع على الحلقة هالتراك اللي بحسه ماشي هيدا لتجند وكان يخاف فاتأثر بكل شي لما ابنه يعني وعد هيك يدمع هو عم يحكي عن ما في ما أتأثر يعني من هي إنساني قبل ما أكون مؤدمة برنامج يعني شوفت وعد جمهورك من بعد شهر رمضان المبارك كيف رح تكون الرجال أنا أول شي بقول لهم بشهر رمضان يحضروني على الام بي سي مع رامز رامز قلال أنا رح كون معه آه جيون بخبينا يعني كيف كانت الأجواء بالحلقة بتكون تكتشفوا أنتو تعطوني رأيكون ومنرجع ونحكي عن هذا كارلة منهارة وعم تبكي وعم بتصرر لا أنا أنا مشاركة أنا مع رامز يعني مش أنا نعمل فيه الدرب أنا مع رامز كنت عم بتجيبي للضيوف تسة درجيون تقبلون إيه حضروا حضروا وشوفوا أتكلم أخفتي لأنه مرة نشان كان أخذ هيك وضع وتعرض لهجوم اليوم ما خفتي إنه هيدا تفقد من مصداقيتك بطلوا يصدقوا بسطلبيون عبر مجون لا لا بكرا شوفي بتفهمي الوضع يعني كيف السنة كتير مهضوم يعني بتوقع إنه الناس عن جدة تحب إن شاء الله بيناتنا استقبل كتير كتير نجوم استقبلهم بس أي نجم هيك بتأثر وكان الوضع مأساوي معه والتيارات بتوصلت معه أنا هلأ قبل ما يبلش نعرض البرنامج ما فينا أعطي يعني ديتيلز عن البرنامج مش من حقي بالقانون إنه أعطي ديتيلز غير ما يبلش البرنامج بس أنا حبيت لأنه شو كنت هم تعمل بالسعودية شو هم تعمل بالسعودية فما كيف أبينا أقول لأول مرة أنه رح كيوون على الام بي سي مصر وشاهد وام بي سي مع رامس جلال برمضان شكرا لإليك ولو مرسي كليك زو مرسي